بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الخمسون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو طبيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن زيارة القبور من أجل الاعتبار والاتعاب من الزائر والدعاء للميت عمر مشروع وسنة مؤكدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور قال عليه الصلاة والسلام زور القبور فإنها تذكر بالآخر فهي مستحبة إذا كان القصد منها ما ذكرنا من الاتعاب والاعتبار من الزائر والدعاء والاستغبار للميت إما فيها من النفع العظيم للأحيا وللأموت وليس لها وقت محدد لا من الشهور ولا من الأيام ولا يوم الجمعة ولا يوم الجمعة زورة متى ما تيسر له ذلك ويحصل بذلك المطلوب ولو لم يحدد يوما أو يعين يوما لأنه لا دليل على تحديد يوم معين لزيارة القبور لا يوم الجمعة ولا يوم العيد ولا غير ذلك وإذا جار القبور فإنه يدعو للميت يدعو للأموات عموما وأصحاب القبور عموما يقول السلام عليكم يا أهل القبور اعذر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالعثر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم منفر لنا ولهم ويقصد من يريد من أقاربه أو غيرهم بالزيارة اذهب إلى قبره ويقف عليه يسلم عليه باسمه سلام عليك يا أهلان ورحمة الله وبركاته ثم يدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا تيسر من أنواع الأدعية ثم ينصرف أحسن الله عليكم وبركاته فيكم الأخت السائلة هم ناصر تقول بأنها تسببت في نزول دم الحيض لأنها أخذت علاج صرفه لها الطبيب فتركت الصلاة في مدة أسبوع فهل عليه القضاء لهذه الأيام معنى هي تركت الصلاة فإن تركتها للحيض أو لغا له إن ترك شيئا من الضرائض فإنه يجب عليه قضاءه ولكن الحائض ليس عليها قضاء إذا شبت أن هذا الدم الذي نزل عليها هو دم الحيض ليس عليها قضاء لأن الحائض ليس عليها صلاة في مدة الحيض أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض وإنما هو دم نزيف من الرحم بسبب دواء أو غيره فإذا عرف أنه ليس دم الحيض فإنها لا تترك الصلاة من أجله إذا كانت تركتها بإنها تقضيها لها الفقر الثاني تقول ما حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر إذا كانت متصلة بالحيض فهي من الحيض ولم يحصل الطهر حتى يحصل النقاء التام أما إذا رأت النقاء التام وانتهى الحيض ثم اغتسلت ثم بعد ذلك وجدت صفرة أو كدرة فإنها لا تتفت إليها بقوله من عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا نام هذا هو عن مارث في فقرة الأولى عن معنى حديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حديث ظاهر أنه لا ينبغي للإنسان أن يكفر من الشبع وأن يفرط في العكل وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك يأكل الإنسان ولكن لا يكفر ويملأ بطنه لأن ذلك يكسله عن الطاعة ويثبته عن الطاعة وقد يصاب بأمراض وتخمة بسبب الشبع وربما يحصل له أشر أو بطر إذا شبع فيحصل منه ما يحصل من الأشر والبطر والتكبر وغير ذلك الشبع لا خير فيه وإنما الاقتصاد في العكل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم فقرته الثاني يسأل عن علاج الكرب والهم والحزن يقول وبماذا أدعو تدعو بما تيسر لك من الأجل لأن يفرج الله همك ويهرج كربتك تدعو الله سبحانه وتعالى وتلح الدعاء نعم أبو بشار يقول يا فضيلة الشيخ لي أخ في السلاثين من عمره فقد الذاكرة منذ سلاثين بالنسبة للتكاليف الشرعية هل تسقط عنه وهل يأخذ حكم المجنون مع أنه لم يؤدي فريضة الحج إذا طال عليه فقد الذاكرة مدة طويلة فإنه في وقت ذلك ليس عليه التكاليف لأنه غير عاقل فإذا عادت إليه الذاكرة وعافاه الله فإنه يبدأ من جديد فيحاثب على الصلاة والصيام وغير ذلك نعم جزاكم الله خيرا مبارك فيكم الأخ ناصر يقول أنا أيام الربيع والأمطار شيخ أخرج باليوم واليومين والثلاثة للبراري ولكن لوحدي هل يلزمني أذان وإقامة نعم أصدر لا يلزمك ولكن الأفضل أن تؤذن وأن تقيم ولو كنت وحدك وفي ذلك فضل عظيم نعم يسأل عن حكم ذهاب المسلم إلى المسجد غير منتعل هل ورد شيء من السنة في ذلك وخصوصا في وقتنا الحاضر كثرة الطرق لا أعلم شيئا في ذلك وكون الإنسان يذهب إلى المسجد حافيا لا أعلم دليلا على ذلك لا يلبسون عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من عليه ويصل فيه نعم إذا كم الله خيرا مبارك فيكم الأخت مرام تقول شيخ رأيتم رأى في الحرم تصلي بالنقاب والقفاج في رمضان الماضي ونصحتها فلم تعرني اهتمام فما الحكم في ذلك هذا سبيل تسر نفسها تسر نفسها وإذا كان النقاب ساترا للوجه ولم يبدو منه إلا العينان فقط ليس فيه زين هذا سبيل وكذلك للقفاجين هما ما يلبس على الكفين ألا أسفر لها الأقفابر يقول في سؤال له عن حكم إسبال الإزار وهل يتغير الحكم إذا قصد به الخيلاء أو لا مأجورين لا يجد إسبال اللباس سواء من الإزار أو السراويل أو الثياب أو البشوت أو غير ذلك مما يلبسه الرجل قال صلى الله عليه وسلم ما كان أسفر الكعبين فهو في النور وإذا صاحب ذلك الخيلاء فإنه أشد إثمن نعم يسأل الشيخ صالح عن حكم الإسراء لإدراك الركعة مع الإمام في الصلاة حين سماعه إقامة الصلاة هذا خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فأمشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية الفقر فلا يسرع الإنسان لا يمشي بسكينة ووقار نعم فالقصر الثاني يسأل عن حكم دعاء الاستفتاح الشيخ مستهب دعاء الاستفتاح للصلاة نافلة أو غريبة إذا كبر تطبيرة الإحرام فإنه يأتي بالاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه سبحانك اللهم وبحمد أبارة اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي بسمن ثم يقرأ الفاتحة نعم أخيرا في فقافه الأخيرة يقول ما رأيكم وما حكم الشرف في نظركم الشيخ في مد الإنسان لظهره أزوب من اللازم وذلك أثناء السجود وهذا هو المشاهد من بعض الناس لا يمد ظهره أكثر من العادة في السجود لأن هذا من التكرف ولا دليل عليه إنما مد الظهر هذا في الركوع كان صلى الله عليه وسلم يمد ظهره في الركوع ومستويا يمده مستويا ويكون رأسه بحيال ظهره لا يخفضه ولا يرفعه وأما السجود فإنه لا يمد ظهره مدا كثيرا متكلفا على خلاف السنة الأخ عبدالله من جدة له مجموعة من الأسئلة يدها في الحلقة بسؤال يقول هل ورد حديث في تحريك السبابة بين السجدتين في الصلاة لا أعلم شيئا من ذلك وإنما هذا في التشاهد تحريك السبابة في جلوس في التشاهد هذا سنة إشارة إلى التوفيق نعم تذاكم الله خير ونبارك فيكم هذا الأخ السائل الذي كتب هذا السؤال المطول ولكن مختصره وفضيلة الشيخ يقول فيه السائلة تقول كنا نسكن في البر وكانت وكنت أصلي منذ كنت صغيرة وعصوم ولكن أجهل أحكام الصلاة والطهارة وكنت أصلي بملابس يصيبها بعض بون الأطفال أكرمكم الله ولا أستطيع تطهير هذه الملابس بسبب قلة الماء والبرد الشديد ولظروفي الصعبة أحيانا إذا نرط مرض شديد لا أستطيع معه القيام أترك بعض الصلوات بسبب الجهل والآن والحمد لله بعدما تعلم الأولاد أخبروني بأنني كنت مخطئة فلدنت ندم شديد ماذا أفعل بصلواتي الماضية لا شك أن عزالة المجاسة من السياب ومن البدن ومن البقعة من شروط صحة الصلاة إذا قدر على ذلك أما إذا لم يقدر على إزالة النجاسة فإن صلاته صحيحة أوليه تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولكن هي ذاكرت أنها تترك بعض الصلوات لا شك عليها أن تقضي الصلوات التي تركتها إذا كانت تحفظ عددها أو تقدر ما تركته وتقضيها نعم تسأل يا شك تقول الرواتب والنوافل هل تكفر عن الصلوات الماضية فرائض لا أود من قضاعها إذا كانت تركت شيئا من الفرائض لا أود أن تقضيها ولا يكفي عنه الناغل والصدقات نعم الحقيقة له مشكلة في هذه الرسالة تقول أبجو بن الشيخ يحلها أو يجيب عليها مأجورين تقول لي ابن عمره 25 سنة وكان عمه يريد أن يزوجه من ابنته وعندما علمنا بأنها مريضة نفسيا رفضنا فكرة الزواج بهذه البنت فغضب العم غضبا شديدا وبدأ يتكلم علينا ليجبر ابننا على الزواج من ابنته المريضة التي يخافون مرضها وكان أمره بيد زوجته وشاءت الأقدار تقول فقاطعنا لا يقوم بزيارتنا ولا نزوره ونحن نخاف الله فهل يلحقنا إثم في عدم زيارته أولا قوله شاءت الأقدار هذا التعبير له إنما يقال شاء الله سبحانه وتعالى أو أراد الله أو قدر الله أو يسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الأقدار ثانيا ما دامنا أنه قد انتهى الأمر وأنه لم يزوج ابنته من ابنكم الذي تقولون إن البنت فيها مرض نفسي أو فيها شيء تخافون من آثاره على الولد أو على الذرية الحمد لله وهذا راجع إلى الزوج الزوج لا يجبر على أن يتزوج لمن لا يريد وكذلك المرأة لا تجبر أن تتزوج لمن لا تريد وإنما هذا راجع من الاختيار الطرفين الزوجين بعضهما للبعض الآخر وأما القطيع فأنتم تأثمون على ذلك أنتم وهو فعليكم أن تصلحوا ما بينكم وأن تعود الصلاة بينكم وأن تنسوا الماضي ويسمح بعضكم عن بعض اتقوا الله وأخلقه وذات بينكم نعم جزاكم الله خيرا وضارة فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل علي ألف ألف من الدمام يقول بأنه يعاني من قلق دائم وعمره ثلاثين سنة ولم يتزوج بماذا توجهون مثل هذا الذي يؤاني من هذه الأمور عليه بالأجعية والأبتار والورد في الصباح والمساء والكثير من تلاوة القرآن وسيلهب الله عنه ما يجد إن شاء الله ولا يؤخر الزواج وهو يقدر عليه عليه أن يبادل بالزواج لما فيه من المصالح العظيم الدين والدنيا أن يبادل بالزواج إذا كان يستطيع ذلك نعم يسأل عن حكم من صلى بدون وضوء نافيا أو نفي بعض أعضاء الوضوء هل يجب عليه عادة الصلاة بلا شك أنه من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من النجاس الله جل وعلا أمر بالوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجو لكم من الكعبين ولا يقبل الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع الصلاة التي صلىها بدون وضوء أو صلىها وقد ترك بعض أعضاء الوضوء ولم يغسلها عليه أن يعيدها لأنها غير صحيحة نعم تزاكم الله خيرا وبرك فيكم هذا السعر الذي غمز لاسمه بألف ألف يسأل عن حكم الشرق في نظركم فضيلة الشيء في العمل بالمحامات العامة وما رأيكم في المحامات عن الشخص الصالح والطالح المحامات معناها التوكيل في الخصومة أو التوكل في الخصومة عن الغير وهذا جائز إذا كان لا يكذب في محاماته ولا يزور ولا يريد إلا الحق وأخذ الحق ودفع الظلم فالمحامات جائزة في هذه الأمور وأما إذا كانت أما إذا كانت المحامات في أمور باطلة أو في تجوير أو في نزع الفقوق من الناس بغير حق فهذا ظلم وهذه المحامات محرمة قال تعالى ولا تكن للخاينين خصيمة ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما المحامات في الحقوق التي ليس فيها ظلم وليس فيها تجوير ولا كذب لا بأس بها أما المحامات في الأمور التي فيها ظلم وفيها كذب وفيها تجوير وانتزاع لخقوق الناس هذه محامات باطلة نعم تجدكم الله خير نبارك فيكم الأخت السائلة تقول امرأة ذهبت في العمرة العام الماضي وفي الحرم كانت تحمل قفل صغير فوجدت حلوى في الأرض فانتقطتها وعفتها لابنها الصغير هل عليها شيء ليس عليها شيء ما دامت ملقاة في الأرض فهي أمر تافه لا قيمة له فليس به شيء نعم الأخت أم متعب تقول أنا أقوم بصنع الولائم للناس في بيتي مقابل مبالغة مالية ولدي من لحوم الأضاحي خاص بي ومن الذي جاء لي من الناس من لحوم الأضاحي والهدي في ثلاجتي هل يجوز أن أطبخ وأبيع من هذه اللحوم مع العلم بأنني آكل منه لا بأسني إذا أخذت هذه اللحوم وحاجتها دفعت إليها وحاجتها صارت ملكا لها تتصرف فيها إن شاءت تتلتها وإن شاءت أعدتها وتصدقت بها وإن شاءت باعتها لا بأسني ذلك أحسن الله إليكم مبارك فيكم الأخت طالبة في الصف السنوي تقول أنا أحب تحفيظ القرآن وأريد أن أتعلم وأن أعيش مع كتاب الله وأن ألتحق بإحدى هذه المدارس لكن الوالد والوالدة هداهم الله منعوني فهل لي أن أطيعهما نعم إذا كان مناحظة الوالدة والوالدة المحافظة عليك من الخروج ومن الخطر الذي تتعرض له الفتاة في الشوارع وفي الطرقات فإذا كان لهم ملحظ صحيح فهم على حق نعم إذا كان الله خيضا تقول السائلة يا شيخ آخر فقرة الأخيرة سائلة أخرى تدرس وتريد أن تتعط التدريس لتتفرغ للعبادة ولتربية أولادها فهل لها ذلك نعم لها ذلك إن شاءت أن تدرس مع حشمة والحياة وعدم التبذل ونزوم الستر فلا بأس بذلك ولها أن تترك التدريس ولو لم يكن إلى عمل آخر لكن إذا كان لتربية الأولاد ولعمل البيت فهذا أو لا يعني هذا واجب عليها تربية أولادها وقيام بأعمال بيتها ورعاية أولادها هذا واجب عليها لا يجوز أن تذهب إلى التدريس وأن تهمل هذا الواجب فإذاكم الله خيرا سودان مقيم بالرياض يقول أنا أعمل في رأي لغنام وبجوارنا مسجد تقام فيه الجمعة في البر وفي الأيام الباردة لا أتروش فأتوضى وأذهب لصلاة الجمعة فهل يجزي ذلك اغتسال ليوم الجمعة ليس واجبا إنما هو مستحب فإذا تيسر فهو أفضل وإذا لم يتيسر فإنه لا يجزم الإنسان أن يغتسل أخيرا يقول هذا السائل فضيلة الشيخ حدثونا عن النية هل لا بد أن تكون في جميع الأعمال أم هي خاص بالأعمال الشرعية النية في العبادات وأما الأمور العادية فلا تشترط لها النية قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئة ما نوأ الأعمال المراد بها العبادة فلا بد فيها من النية وأما الأمور العادية فلا تشترط لها النية نعم أحسن الله إليكم مباركة فيكم نختم هذا اللقاء طغيرة الشيخ بسؤال وردنا من أحد الإخوة المستمعين يقول شخص وقع في سرقة مال من أحد الناس منذ زمن بعيد ثم تاب إلى الله والآن هو يريد أن يرد المال الذي سرقه إلى صاحبه لكن يفشي الفضيحة المؤكدة التي سوف يقوم بها صاحب المال لو علم من السارق هذا الشخص قد ستره الله ولم يفضح فما الحل بارك الله فيكم إذا كان تاب إلى الله توبة صحيحة الحمد لله على التوبة وعليه الكثار من الاستغفار وعليه أن يرد المال إلى صاحبه لا بد من رد المال على صاحبه لأن حقوق الناس لا تسلطها التوبة لا بد من رجاعها إلى أصحابه لا تسلطها التوبة فيما بين العبد وبين ربه لا بد من رجاع الحقوق إلى أهله فعليه أن يرد هذا المال إلى صاحبه بأي وسيلة ولو بطريقة خفية لا يعلم صاحب المال من أين جاء ماله بإمكانه أن يرسله له في البريد أو أن يرسله مع شخص ولا يعطيه اسمه أو ما شبه ذلك من الأمور شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أجاب عناسلتكم واستفسراتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لفضيلة على ما بين لنا ولكم في هذا اللقاء المبارك شكرا لحضراتكم أنتم يجمعنا لقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته